اشتركوا في القناة القمر استقر في برج الحمل في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وهي جيدة للعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر حلاقة الشعر الأمور التجميلية رح يمكث فيها حتى تمام ساعة 34 دقيقة من فجر يوم 12 بعدين رح ينتقل لمنزلة البطين هي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا تأثير القمر لما يكون موجود بالحمل في هذه الفترة علينا جميعا على جميع الأبراج بدنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعينين أو إن استدعت الأمر لذلك ويمكن شراء أوراق زي اليانصيب وأنا ما بنصح لأنه شوي في تأثيرات لبعض الكواكب وإدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم واللي تأثيرها راح يكون على الجميع أول زاوية راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة 2.58 دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتخلينا شوي أنه لازم نكون حذرين ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير هو انتقال الزهرة اللي راح يصير في تمام الساعة 8.47 دقيقة راح ينتقل من الأسد للعذراء ورح يمكث فيها حتى بعد منتصف ليل 27 على 28 عشرة أي في تمام الساعة 12.40 دقيقة بعد منتصف الليل بيشعر موليد برج العذراء بتحسن بترى على مظهرهم الخارجي بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر إليهم يستفيد معهم كذلك كل موليد الأبراج الترابية والأبراج المائية يعني مثل الثور الجدي والسرطان العقرب الحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب الزهرة في العذراء من يولد ولديه الزهرة في العذراء لا يتصرف بشكل رومانسي يعني بتعامل بشكل تلقائي بحلل الأمور وبحلل العلاقة بيدرسها قبل الشروع فيها يعني شوي ممكن بعض الأشخاص يقولوا عنهم باردين عاطفيا يعني شوي بكون عندهم تحكيم العقل أكثر من العواطف أما بالنسبة لتأثير تواجد كوكب الزهرة على جميع الأبراج في هاي الفترة أول إشي بالنسبة لبرج الحمل هذا لا أكثر إشي بدهم ينتبهوا من ارتفاع الوزن الفترة هاي عندهم قابلية لارتفاع الوزن بشكل كبير وبرضو بتساعدهم على أمور إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة للثور تعطيهم حظ عاطفي ومالي وفرصة بتصير للحمل وخصوصا للنساء اللي بيكون عندهم مشاكل بالحمل أو اللي بيكون عندهم رغبة للحمل أما بالنسبة للجوزاء استفادة في مجال العقارات والعلاقات العائلية وفأفراح بتصير على مستوى العائلة أو اندماج أو مصالحات عائلية وفي منكم ممكن يشتري بيت أو يفكر بتغيير سكن أما بالنسبة للسرطان سفر واتصالات وتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران وبتصير عندهم الفرصة حتى لأمور الامتحانات قوية جدا ويعني احتمالية أنه يكون في عندهم عدة ترقلات في الفترة هاي أما بالنسبة للأسد فهي بتركز على المكاسب المالية والحلول المالية يعني إذا كان في ضغط مالي بالفترة الماضية الفترة هاي هي ممتازة لأي مشروع أو لأي فكرة ممكن تحصل من خلالها أمول أما بالنسبة للعذراء فرصة عاطفية ومالية واهتمام بالنواحي الفنية أما بالنسبة للميزان تعامل مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة وبرضه فرص لعمل جديد بتكون أما بالنسبة للعقرب فهي بتركز على النشاطات الاجتماعية والعلاقات القوس بتركز على أشياء إلها علاقة في العمل وإلها علاقة في بعض الفرص في مكان العمل أما بالنسبة للجدي فهي بتعطي سفر واتصالات وقضايا قضائية وخصوصا السفر البعيد والهجرة والأمور اللي إلها علاقة برضه بالعودة لأرض الوطن وبرضه عن مستوى الدراسة الجامعية ممتازة أما بالنسبة للدلو فهي بتعطي مال من شراكة أو أموال الشراكة أو تعويضات أو أمور إلها علاقة بنوع من أنواع الدعم ممكن شركة جديدة تحصل من خلالها أموال أما بالنسبة للحوت برضه بركز على أمور الشراكة في العمل أو في الزواج يعقو برضه تعطي فرص لموليد برج الحوت بالارتباط أو الزواج أو خطوبة بالفترة هاي طبعا هم وموليد برج العذراء أكثر المحظوظين في أمور إلها علاقة بالارتباط والزواج بالفترة هاي وموليد برج الثور أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلفية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11.59 دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا زي ما لاحظنا أنه القمر منتحس بسبب الزوايا وبسبب وجوده بالحمل لأنه رح يشكل برضو زاوية التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي فعشان هيك اليوم فيه نوع من أنواع الحذر أو البلبلة على بعض الأمور فعشان هيك بتكون تركزوا في التوقعات كثير أما بالنسبة للقمر طبعا هو في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم 13 رح يبدأ في تمام الساعة 5.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 3.12 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها إلى برج الثور طبعا الآن في صندوق الوصف خلو المسار كامل يعني الأيام اللي فيها خلوه المسار طيلة الشهر أما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل 15 يوم فيه تمام الساعة الرابعة عصرا بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 95% يعني بلش ينقص عن المكتمل أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة مزاجها منتحس بنسبة 15% القمر في الحمل حتى يوم 13 منتحس بنسبة بين 50 و70% عطارد في العقرب حتى يوم 14 عشرة المزارد تبعه سعيد رغم أنه بشكل زوايا شوي صعبة الزهراء في الأسد والعذراء حتى يوم 28 عشرة مزاجه سعيد يعني هو بالأسد ينتقل للعذراء زي ما حكينا في التحركات مزاجه سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 60% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نعطي نسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس بنسبة 10-15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في البيت الأول عندكم يعني في برجكم فعشان هيك اليوم ثقاتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت تنتظره اتحرك وما تنتظر أنه تجيك الفرصة لعندك حاول أنك أنت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت هاي البداية بداية جديدة رغم أنه القمر منتحس ورغم أنه برضو في بعض الأحداث العصبية أو اللي بتوترك خلال الفترة هاي اللي أنه الأجواء بتحملك يعني فرص ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتعزز على أو بتركز على بعض الأمور المالية فانتبه لبعض المصاريف أو الدفعات أو الغرامات بالفترة هاي انتبه لفلوسك من السرقة أو الضيع أو ممكن مغامرة أو مجازفة تأدي لخسارة فلوس أو مخالفة مثلا أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم رح تنشطوا في أمور إلا علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات انتقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على الإقناع عالية إن ضبطوا أعصابكم اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وبرضو انتبهوا أثناء حركتكم وقيادتكم للسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الإيجابية لها علاقة في البيت أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو تضامن أو اتصالات يعني في بعض الاهتمامات العائلية رح تكون ممتازة بالفترة هاي وممكن تعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة في منك رح يهتم أو ينجز بعض الأعمال المنزلية أو بعض الأعمال اللي بتطلب نوع من أنواع التعب الجسدي أو الإرهاق ممكن حدث معين يشكل لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية تقريبا ولكن بما أنه القمر في البيت الأول فهو بيعزز البيت الخامس الشوي فأعطيك شوية حضوض ممكن تعزز من خلالها إعلاقتك العاطفية أو تتواصل مع الأحبة وهذا إشي رح يساعدك وينعش علاقتك العاطفية بشكل جيد وممكن برضو تلجأ لتعويض الأيام الماضي ما بينك وبين أحد الأحبة اللي هو ممكن أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الحبيب نفسه أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بتبدأ مرحلة جديدة إلها علاقة بتعزيز أمور إلها علاقة بالعمل فبتفتح لك فرص لعمل جديد أو للتواصل مع الزملاء ورؤساء العمل أو قدرة على إتمام أعمال كان صعب أنك تتممها بالفترة الماضية على المستوى العملي الأجواء جيدة وبالعكس بتعزيز نقاط قوة بالنسبة لك حتى على المستوى الصحي ممكن تشعر بتحسن أو تجد علاج معين أو تبادر باستخدام علاج معين يساعد وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الشمس والشمس حكينا أنه شوي منتحسه بالفترة هاي فهي بتسبب خلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ضبط الأعصاب مطلوب فممكن برضو أنه يكون فيه حوار أو نقاش أو سوء تفاهم أو حساسية أو ردات فعل من بعض التصرفات أما بالنسبة للبيت الثامن فعطارد بيركز على أمور إلها علاقة بالأعمال المشتركة فممكن تنضغط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل المشترك أو منافسة مالية أو أمور إلها علاقة ببعض المجازفات المالية ما بتطلب منك الأمر أنك تجازف أو تبالغ بالفترة هاي حاول أنك تدرس أوضاعك أو ترتبها بشكل جيد بدون ما يعني يعني تحاول أنك تزيد العبئ على حالك وإحذر من المحتالين أو النصابين أو المجازفي في مشروع مالي معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتعزز قدرتك على الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تلقي اتصالات وفي منك رح يعزز ثقته بالنفس في أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان الفترة هاي ما في داع إلى المجازفي أو المغامرة أو المراهنة إنجز الأعمال الضرورية والمطلوبة وحاول أنك أنت يعني تدافع عن سمعتك أو تحمي سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيتت 11 فالأمور هنا بتتركز على أمور الصداقات والعلاقات العامة فالفترة هاي بتحمل أشياء بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو ممكن مناسبة أو احتفال أو تواصل أو جمعة أو لمة يعني في أجواء مناسبة وقوية ممكن أنها يعني تخلي بعض الأشخاص أو الأصدقاء يدافعوا عنك أو يعززوا ثقتك بنفسك أو يساعدوك في أمر ما أو يبادروا بمد يد العون لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا الأمور شوي يعني بتتطلب لسه نوع من أنواع الانتباه على أمور إلها علاقة بتعطيلات في مكان العمل أو صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو تراخي أو كسل أو تطورات على المستوى الصحي ممكن تظهر بعض التطورات أو التقلبات الصحية اللي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك برضو بدك تكون محتاط من بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يتأمروا عليك أو يستغيبوك أو يحاولوا يكيدو لك بمعنى آخر بدك تكون واعي لأي شخص ممكن يتقمص شخصية صديق وهو بالواقع عدو وممكن أنه يورطك بمشاكل أنت بغنى عنها احمي نفسك وبرضو بالفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول متقلب اليوم بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب معناته بيت الشخصية رح يتقلب بأكثر من مزاج وممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق أو التوتر أو الحدية يعني ما رح يتقلب مزاجك بأكثر من مرحلة خلال هذا اليوم أهم إشي أنك تحافظ على استقرارك وما في داعي للانفعال ولا للعصبية أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية ممكن تجيب لك بعض الفرص المالية أو المكاسب أو تحصل على مكسب ما أهم إشي أنك ما تنفعل وما تعصب وما تتهور في صرف الفلوس يعني ما في داعي للمجازفات أما بالنسبة للبيت الثالث يعني ممكن تنشط ببعض الاتصالات ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للشتات الذهن يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حواراتك نقاشاتك كن واضح بطرحك مرضو في نفس اللحظة يعني دير بالك من الإصابات اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما لازم يعتمد على الحضوض نهائيا بالفترة لأن الأجواء مش مساعدة للمبالغة بالحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالبيت أو الاهتمامات البيتية ممكن تهتم ببعض الإنجازات أو الترتيبات بشكل جيد وممكن تظهر بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالبيت يعني بعضها ممكن يكون مربك ولكن إجمالا عندك قدرة على الاهتمام أو ترتيب وضع منزلي معين خلال الفترة هاي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالزهرة اليوم رح تدع أعطيك طاقة إيجابية ولكن لسه يعني ما وصلت لحدها القوي فأول موليد برج الثور ممكن هم اللي يشعروا أكثر شيء بالأمور العاطفية أو الرغبة بالحب أو تقرب من الأحبة أو تعطي فرص لهم لحب جديد وبرضو أشياء إيجابية مثل اللي ذكرناها في بداية الحلقة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل أهم إشي أنك يعني تدوم بوقتك تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل إنجز أعمالك حتى لو عملت ساعات إضافية بدون إثارة الخلافات والمشاكل راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات وإحذر من المجازفات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السابع فهنا عطارد شوي ممتزج هو بالطباع يعني صحيح إحنا حكينا عنه إيجابي ولكن برضو بسوي زاوي التقابل مع أورانوس فهو بحدث مفاجآت على مستوى أمور الشراكة فممكن اليوم تحتد أو تعصب أو سوء تفاهم أو خلاف أو جدال ما بينك وبين الشريك حاول قدر الإمكان إنك تضبط أعصابك يعني حاول إنك ما تبالغ ما تجازف وبرضو في نفس اللحظة من سوء تفاهم ما في داعي للعصبية ولا الحدية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ممكن تركز على بعض الأمور المالية المشتركة إما سداد ديون أو أموال أو تحصيل أموال أهم شيء إنك تنتبه من بعض المحتالين صحيح إنه الحظ ممكن يكشف لك إياهم في يعني الوجود الزهرة في البيت الخامس يكشف لك هذول المحتالين ولكن أنت برضو بدك تكون حذر لأنه ما بتعرف إيش اللي بصير ما في داعي للمجازفات واهتم بأي قضية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء رح تكون معاكسة لإلك على أمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات أو الاتصالات البعيدة ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات إذا كان عندك سفر بدك تستعد بشكل جيد وإذا كان عندك امتحانات جمعية بدك تدرس وتحافظ على دراستك بدون ما إنك أنت تهملها يعني بمعنى آخر البيت التاسع شوي ما بعطيك القوة الكاملة فعشان هيك التركيز مطلوب أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة حاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول إنك ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي قدر الإمكان يعني بمعنى ما تشوه سمعتك ممكن تحملك هاي بعض الأمور إلا إلها علاقة مؤازرة بعض الأصدقاء لإلك أو مساعدتك في أمر معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتركز على بعض الأصدقاء وحوارك واتصالاتك معهم ممكن تحمل نوع من أنواع سوء التفاهم أو الإضطراب أو خلاف أو جدل أهم إشي أنك أنت تخلي في تواصل أو عنصر التواصل يكون جيد ما بينك وبين الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء يعني الأجواء الاجتماعية جيدة وبتدعمك بقوة ولكن التركيز رح يكون على مسائل إلها علاقة بالبيت وإلها علاقة بالوضع المالي أكثر شيء أما بالنسبة لبيت المتاعب فحكينا أنه القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك الفترة هاي أو اليوم هذا بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ وطيرتك وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات لأن طباعك متقلبة ومزاجك متعكر ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع يعني برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو مراجعة طبية أو فحصات طارئة برج الجوزاء طبعا رح يتركز اليوم كله على المسار الاجتماعي أو على العلاقات الاجتماعية رح تنشطوا باتصالات وتواصل قوي جدا ممكن يتوجهلك دعوات أو حضور حفلات أو حتى مناصرة أو مؤازرة من بعض الأصدقاء الجو كله بينصب على هاي النقطة حاولوا أنه بالفترة هاي تنجزوا الأعمال الضرورية قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب فعشان هيكي بتكونوا حذرين للفترة القادمة أو مستعدين للفترة القادمة بالنسبة للبيتر أول طبعا اليوم بعزز بعض النقاط النفسية عندك بعطيك طاقة إيجابية وبدعمك بشكل قوي حاول قدر الإمكان أنك تستفيد من هاي الطاقة للتحرك وللمكاسب أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى الأمور المالية شوي الأجواء متقلبة فممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء الفترة هاي أو ضغوطات أو ممكن بعض المشاكل المالية حاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وما تغامر وبرضو راقب ومصاريفك ووضعك المالي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثالث فتنشطوا بأمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات وبرضو على مالية التواصل بتكون جيدة ممكن اليوم تقدر توصل وجهة نظرك للأشخاص اللي حواليك أو تبادر ببعض المسائل اللي ممكن تكون لصالحك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتبعد عن أي إشي ممكن يسبب لك خلاف أو جدال أو حوار حاد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ادرس واستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالزهرة بتدعم مسائل العلاقة بالعائلة أو البيت أو أمور عقارية أو حتى أمور إلها علاقة بالديكورات والتغييرات والتصليحات بتدعمك بقوة ممكن تبادر ببعض الأمور الفترة هاي أو تحسن وضع عائلة أو مصالحة أو تتجاوز بعض الصعوبات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء رغم ضعف الشمس إلا أنه برضو بتساعدك على الأمور العاطفية أو الرغبة بتقرب من الحبيب أو تعزيز بعض نقاط القوى اللي بتساعد لمعالجة بعض الأمور العاطفية أهم مش أنك تدعم من علاقتك بالأبناء بالوالدين بالحبيب بالفترة هاي بدون خلافات أو جدالات أو حدية بالطبع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء عطارد بتضغط على العمل بتسبب لك بعض المتاعب أو القلق أو التوتر من مسائل معينة حاول أنك تنجز أعمالك وتخلي علاقتك ما بينك وبين معاونيك جيدة وبرضو ممكن أنك تهتم ببعض الأمور الصحية أو بعض الإصابات اللي ممكن تلم فيك بالفترة هاي فعيحذر أثناء الحركة من بعض الإصابات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج فعلى طبيعتكم بتتعاملوا ما فيه أي تأثير فلكي على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن هنا بدك تركز بشكل قوي على أمور الأموال المشتركة لأنها بتسبب أعباء أو ضغوطات أو يعني بعض الأمور اللي بتسبب نوع من أنواع المشاكل حاول قدر الإمكان ما تخوض بأي مشكلة ما تخوض بأي مسائل مالية نهائيا لا قضايا ولا جدال ولا حوار ولا حتى عصبية وما تجازف وتغامر بأموال الغير ضبط الأعصاب برضو مطلوب لأن الفترة هاي فيها نوع من أنواع التوتر على مسائل الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة شيئا ما ما بنقدر نقول جيدة ممتازة بشكل كبير على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بالعكس أنتوا بتتعاملوا على طبيعتكم وعلى قدرتكم على الإنجازات ممكن تظهر بعض المتاعب أو بعض الخلافات أما بينك وبين زملاء أو ما بينك وبين معلمين في مكان الجمعة ولكن يعني ضبط الأعصاب مطلوب اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده دراسة بد يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بنقولك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك مهما كانت الظروف حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك وعلى علاقتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل لأنه شوي الأجواء ضاغطة بتشجع على أنك أنت ممكن تمارس أشياء ممكن أنها تسبب لك بنوع من أنواع الإحراج المستقبلي أهم شيء بعيد عن أي شيء بشوه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود والمريخ موجود فعشانه كوه ممتزج بطباعه يبتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء ولكن حاول قدر الإمكان ما تدخل بأي خلاف أو تنجر وراء أي إغراءات من أحد الأصدقاء اللي بتقمص شخصية الصديق اللي ممكن يغرر فيك أو دخلك في ورطة أنت بيغنى عنها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس بيجهز قاعد يعني بيجهز لا استقباله للقمر فعشان هيك بتكون الأجواء متقلبة حادة على مستوى العمل مشاكل بالعمل قلق من وضع عمل معين وأمور إلها علاقة بالتقلبات الصحية إليك أو لا أحد الأحبة حاول أنك تراقب صحتك وتراجع الطبيب إن دعت الحاجة برج السرطان طبعا وجود القمر الآن هو عامل زاوية تربيع معك فهاي زاوية التربيع بتضغط نفسيا وبتدخلك في فترة امتحانات عشان هيك اليوم الجو النفسي عندك متقلب مش قادر تتخذ قرار معين عندك رغبة لتحرك وحتى للمجازفات والمغامرات ضبط الأعصاب مطلوب ومراقبة التصرفات برضو مطلوب ودير بالك على لسانك لأنه ممكن يسبب لك مشاكل خلال هذا اليوم يعني الوضع النفسي تقريبا أنت اللي لازم تسيطر عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فبتتركز الأمور على الأمور المالية ما فيه أي تأثيرات ولكن منقول لك دير بالك من محتالين أو أشخاص بيستغلوك ماليا أو بيستنزفوك ماليا بالفترة هاي وبرضو بدك تنتبه لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي ممكن تيجي الفرص بدها تركيز وقدرة على أنك أنت تحصلها حاول أنك أنت تبعد عن المشتريات والمصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم بتدعمك بشكل قوي يعني بدلشت مرحلة جديدة من النشاط والحيوية والقدرة على الاتصالات والتواصل وحتى على الإقناع ودراسة الأشخاص وتحليلهم حتى بتساعدك هاي على التركيز بتزيد من الذاكرة عندك وسرعة البديهة وقدرتك على المطالعة أو الدراسة برضو بتفتح مجالات للامتحانات أو المقابلات أو المجازفات بالفترة هاي وبرضو على الاهتمام بمواضيع إلها علاقة أما بالسيارات أو بالتليفونات بشكل كبير وكل ما ذكرنا لحد الآن إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتركز على أمور إلها علاقة في البيت فعشان هيك بعض الضغوطات المنزلية أو القلق العائلي ممكن يظهر بالفترة هاي حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك لأنه برضو تربيع فعشان هيك مكان الشمس ومكان القمر يعني شوي بركز على مشاكل منزلية أو عائلية أو خلافات أو سوء تفاهم أو رغبة بإحداث بعض التغييرات ولكن ضيق الحال ممكن هو اللي بيعطل أو ممكن بعض القلق على مسائل مستقبلية ممكن اليوم تسمع خبر أو يكون فيه نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فعطارد رغم أنه منتحس إلا أنه يعطيك أجواء عاطفية جيدة اليوم وبعزز بعض النقاط بقوة بفتح لك مجالات إلها علاقة بالتواصل والتحاور ما بينك وبين الحبيب والتقارب بشكل كبير وبرضو بفتح فرص ممتازة لعلاقات جديدة أو لمصالحات جديدة تقدر تتقارب اليوم أنت والأحبة أو بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو تمارس هواية إلها علاقة بالنشاط الفكري أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تنتبه لمسائل إلها علاقة بالعمل عشانك ممكن تظهر بعض الخلافات أو الجدالات أو النقاشات أو يتعطى العمل ما حاول تضبط عصابك ما في داعي للتسرع وما في داعي لاتخاذ القرارات وراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فهنا الأمور ضغطة على مستوى بيت الشراكي بتسبب خلافات وجدالات وسوء تفاهم فحاول قدر الإمكان تبعد عن الجدالات والخلافات والمشاكل وحديت الطباع وسوء التفاهم والحساسية أنك تتحسس من ووقف ما إلو علاقة بشريك العاطفي وخصوصا ما بين الأزواج ديروا بالكم من اتخاذ قرارات مرتجلة بدون ما تفكروا فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتقول لك دير بالك على أموالك ودير بالك من بعض المحتالين أو النصابين حاول أنك تحافظ على أموالك من الاستغلال أو استغلال بعض الأشخاص لأموالك يعني بمعنى آخر الوضع المالي قصوصا الأموال المشتركة ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات فيها وما تهمل أي موضوع مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الجامعة الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز بعض النقاط بقوة لا إلك وممكن تحمل لك اتصال أو خبر من خارج البلاد أو تسعد باتصال معين أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا حكينا أن القمر موجود فيه فعشان هيك بتضل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة مرر كلامك ووضحوا بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارية أو لا إتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية عنك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتعزز بعض نقاط الصداقة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا اليوم فممكن شوي الأجواء تكون فيها نوع من أنواع المرح أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي تأثيرات سلبية بس اهتم بعملك وبإنجازاتك بصحتك بعلاقاتك وممكن برضو تسبب لك إما مراجعة طبية أو وسواس من ناحية صحية أو أمور إلها علاقة بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا اليوم حيوية ونشاط وطاقة عالي جدا موجودة عندكم ورغبة بالتنقلات والاتصالات قوية فعشان هيك اليوم لازم تستغلوا قدر الإمكان ولكن بشرط واحد ضبط الأعصاب ضبط اللسان عدم التسرع باتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم بتركز على الأمور المالية بشكل كبير فاليوم ممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية وعادة هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكو تحذروا من المجازفات المالية أو المبالغات المالية أو زيادة المصاريف برضو بعضكم بدو يحذر من بعض المحتالين أو النصابين أو المبالغة في أمر مالي ما أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك على الاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل عندك قدرة عالية لقراءة الأشخاص وتحليلهم وبرضو عندك قدرة للتواصل والإقناع بوجهة النظر في منك اليوم ممكن يناقش أو يحاور أو يحل مسألة معقدة أو يدخل بامتحان أو مقابلة بشكل مهم في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسيارات أو الاتصالات أو المواصلات أو الأجهزة الإلكترونية ممكن أعطال أو صيانة أو اهتمام في منك برضو رح ينشط بعلاقة مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فعطارد بضغط على المسائل العائلية شوي بسوي ردات فعل سلبية أو توتر أو قلق أو حوار أو عصبية في بعض الأوقات ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لتوجيه العتاب واللوم والحدية بالطباع ممكن تظهر بعض المسائل البيتية المعقدة اللي تطلب منك إجراءات مثل ترتيب أو تزبيط أو تصليح أو اتخاذ قرارات ممكن شوي تكون فيها نوع من أنواع التسرع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتركز على الأمور العاطفية والتقارب مع الأحبة بشكل قوي وبتساعدكم بإنعاش علاقاتكم وخصوصا التواصل مع الأحبة الأجواء فيها أشياء إيجابية وتعزيز علاقات جيدة ما بينكم بين الأحبة أو ما بينكم بين الأبناء أو الوالدين ممكن تمارس هواية معينة أو حتى تطلع على بعض الأمور الفكرية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور بتطلب منك الحذر على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن بعض العداوات أو المخالفات أو أشخاص بتكيد لك على مسائل العمل بتطلب منك نوع من أنواع السيطرة الفكرية وأمور إلها علاقة برضو بالتواصل الجيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للوضع الصحي فهو شوي متقلب بظهر بعض الخلافات أو النقاشات الحادة أو أشياء بدها اهتمام صحي أكثر الأجواء يعني بتطلب منك مراقبة غذائك وصحتك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة يعني بتتعاملوا ما بينك وبين الأزواج بشكل روتيني صحيح أن الفترة هاي ممكن تتسرع بقرار أو تتعامل بشكل منفصل أو بدون ما تشارك فعشان هيك هاي ممكن تفتح بعض الخلافات أو النقاشات أو سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فمنقول لك ركز على الأمور المالية المشتركة لأنه شوي في بعض الخلافات أو الجدالات أو المشاكل على أمر مالي مشترك ممكن شوي فيها بتحمل نوع من أنواع الخسارة أو التراجع بالأرباح أو المردود ولكن برضو بتتطلب منك أنك أنت ترتب أمورك لأنه الفترة هاي بتحمل قلق على مستوى مصاريف إلا علاقة إما بالعائلة أو بالبيت أو بالأمور الصحية أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء طبعا القمر موجود والمريخ موجود فبتنشطوا في أمور إلا علاقة بالسفر والاتصال البعيد فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة إظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر من بعض الإنجازات أهمش أنك ما تستسلم وما تردخ لشروط أو أمور ما بتناسبك ناقش بمنطق ولكن بنفس اللحظة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بيت السمعة من قلك لا تجازف لا تغامر لا تخالف القوانين لا تدخل بأشياء مشبوهة إلا أجواء مش مناسبة لتشويه السمعة وبرضو إنجز أعمالك وما تتأخر فيها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز من علاقاتك ومن صداقاتك فممكن تنشط ما بين الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اتصالات معينة أو من تحالف أصدقاء معك عشان هيك الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية تطلب منك استغلالها وعدم إهمالها بدك تكون لماح وتعرف كيف تقتنص الفرص أما بالنسبة لبيتك 12 فهو نقول لك دير بالك على عملك ودير بالك على صحتك حتى لو تعمل ساعات إضافية إنجز أعمالك وبرضو بالمقابل انتبه لبعض التوععكات الصحية اللي ممكن تشعر فيها بهاي المرحلة برج العذراء يعني بظل التركيز بالفترة هاي على الأمور المالية أكثر القلق موجود عندك هو الوضع المالي لأنه هو اللي شوي في بعض الالتباسات والالتزامات والإرباك والضوطات تطلب منك أنك تراقب حالك بشكل جيد وتراقب مصاريفك ودفعاتك واهتماماتك المالية بدون ما تهملها الأجواء اليوم بتبلش مرحلة جديدة بتعزز من ثقتك بالنفس وتعطيك طاقة جيدة وبرضو رغبة للتحركات رغم أن القمر موجود في البيت الثامن إلا أنه رح تحس بنوع من أنواع الفوارق لهذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأمور المالية هي اللي رح تشغل فكرك اليوم إما ببعض المسائل أو المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو تحسين وضع مالي معين ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل في مصاريف أو في التزامات عليك ممكن تكون بعضها مربك ودير بالك من أي مبالغة أو مجازف مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فعطارد بدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات بيعطيك أشياء إيجابية وبيدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم بعزز من ثقتك بالنفس وقدرتك على إيصال المعلومة اللي عنده امتحان أو عنده مقابل بده يدرس ويستعد بشكل جيد وتنتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة وبرضو في نفس اللحظة أثناء تعاملك مع الإخوة والجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت بتسبب نوع من أنواع الإرباك ممكن حوار أو جدال أو نقاش أو بعض الأعمال المنزلية المربكة ممكن شوي تظهر بعض المسائل اللي فيه من وراها تعب عشان هيك يضبط الأعصاب مطلوب وبرضو إذا كان فيه عندك ورشة أو أمور بيتية أو مستجدات عائلية اهتم فيها بدون ما تفقد السيطرة على نفسك يعني ضبط الأعصاب مطلوب وطريقة الحوار الجيد مطلوبة والتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة مطلوب أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الجدي يعني بيضغط شوي على المسائل العاطفية بسبب كثرة الزوايا اللي موجودة وخصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة أكثر الناس اللي بدهم يحذروا من بعض التقلبات العاطفية أو العصبية أو الخلاف اللي بيصير ما بينهم وبين الأحبة حاول قدر الإمكان إذا كنت واضح وقدرت تتواصل بشكل جيد الأجواء بتصير إيجابية خلي فيه نوع من أنواع الاهتمام حتى بين الأبناء أو بالوالدين أو خلي تقارب ما بينك وبينهم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بتضغط شوي على المسائل اللي إلها علاقة بالعمل وبالصحة ممكن تنجز بعضها أو بعض الأشخاص صعدوك في بعضها ولكن الأهم أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات على مستوى العمل ومستوى الصحة إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أو تستشير أهل الإختصاص حتى بالعمل أو بأمور الصحية لأن الأجواء مش مساعدة للإهمال أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز علاقاتك ما بينك وبين الشريك تعمل تقارب جيد وممكن مصالحة أو تفاهم على مسألة معينة أهم مش أنك تبعد عن الانتقاد والكلام اللاذع أو الجارح أو سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء زي ما حكينا أن القمر موجود في البيت الثامن فبتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهما لأوضاع الآخرين ولا أراهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر أو السفر البعيد خاصة أو علاقتك مع الأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمراسلات أو الاتصالات أو التواصل أو الرغبة بإنجاز بعض الأوراق اللي إلها علاقة أما بسفارة أو إلها علاقة بهجرة أو إلها علاقة بسفر برضو على مستوى الدراسة والإمتحانات الأجواء جيدة وبتدعمك ولكن برضو تطلب منك الدراسة والتركيز لأنه الفكر لسه مشتت أو لسه مش واضح تمام أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول لك دير بالك أنه تخالف القوانين أو تشوه سمعتك بأي تصرف خلال هذا اليوم وخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وحاول أنك تداوم في عملك ما تتغيب خلال هذا اليوم الأجوب تحمل فرص جيدة وحتى على مستوى أمور إلها علاقة بعمل جديد أو تقديم طلبات لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز من علاقاتك ومن تفاعلك وتعاملك مع الأصدقاء ممكن يتحالفوا معاك أو يتجمعوا حواليك أو يناصروك في مسألة معينة أو يساعدوك في أمر ما في نوع من أنواع التقارب من الأصدقاء وعلاقات جديدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على العمل زي ما حكينا بده تركيز وبده دراسة وبده تفاهم ومع الزملاء أو مع الأشخاص المعاونين والاهتمام بالشؤون الصحية هو المطلوب الأكثر في الفترة هاي وبرضو ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو يصير بعض التوترات اللي تتطلب منك الاهتمام أكثر لصحتك أو لصحة قريب برج الميزان طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما فعشان هيك شوي الأمور بتتركز على بعض النقاط اللي إلها علاقة بتدعيم الشراكة وإلها علاقة ببعض المسائل اللي بتتطلب منك جهد شوي لأنه شوي طاقتكم بالفترة هاي بتكون ضعيفة وبتكون عرضة للتوترات والتقلبات النفسية أو شوي بتطلب منك الراحة والاهتمام بنفسك أكبر حاولوا إنك تخلوا الأمور الضرورية روتينية بدون ما إنك تبالغوا وتجازفوا بالفترة هاي يعني الأجواء مش مساعدة بالشكل القوي فعشان هيك بتطلب منك الاهتمام بشكل كبير وخصوصا بالصحة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا فيه اضطرابات على المستوى المالي أو تقلبات ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع المصاريف أو الخسارة أو استغلال بعض الأشخاص لإلكم ديروا بالك على فلوسكو ديروا بالك من المجازفات والمغامرات أو النفقات للزيادة أو المبالغة بالمصاريف في وضع مالي مقلق يعني بيتطلب منك الاهتمام بشكل أكبر في هاي المسائل بدون ما تهمل أي نقطة لا شاردي ولا واردي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتعزز الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك بشكل روتيني تقريبا ممكن اليوم يكون عندك مقابلة أو اتصال أو حوار أو امتحان مثلا في منكم رح يتعرض لبعض الأعطال اللي إلها علاقة إما بالسيارات أو بالتليفونات أو بعض الإصابات أثناء الحركة انتبهوا أثناء تعاملكم برضو مع الإخوة والجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة بشكل كبير على مستوى البيت ما زال في نوع من أنواع التوترات أو القلق على شأن عائلي معين أو على أحد أفراد العائلة أو على أمور إلها علاقة ببعض المسائل الشخصية الداخلية ممكن يكون في بعض الأعطال أو الاهتمام بتصليحات أو ترميمات أو صيانة لبعض الأمور المنزلية أو حتى للاهتمام ببعض الشؤون العائلية أو التواصل مع أفراد العائلة أو اجتماع عائلي يعني في مناسبة أو في خبر أو في موضوع أما بالنسبة للبيت الخامس فالطريقة التعامل ما بينكم بين الأحبة بتكون روتينية خلال هذا اليوم يعني ممكن يكون فيها بعض الإيجابيات ولكن ضبط الأعصاب مطلوب بدون الإساءة أو توجيه اللوم أو الكلام الجارح في منكم رح يتعامل أو يخرج أو ينشط بالمسائل الفكرية أو الترفيه عن النفس خلال هذا اليوم حاولوا أنه تخلوا في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينكم بين الأحبة أو الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور هنا بتضغط بشكل مواضح رح تكون على الأمور العملية يعني ممكن تراكم عمل ضغط عمل أعمال كثيرة واجبات التزامات خلاف أو حل مشكلة بتتعلق بأحد الزملاء أو المعاونين في مكان العمل برضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات وما في داعي للوسواس الوسواس ابعد عنه وخصوصا حول الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وحاول أنك تتجنب المشاكل وما تتسلط الفترة هاي زي ما حكينا طاقتك ضعيفة وعدوك دائما بالفترة هاي بكون أقوى منك وابتعد عن الأمور القانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز برضو على الأموال المشتركة ممكن تحمل خبر أو تحمل مجازفة أو تحمل يعني شيء مقلق بسبب الوضع المالي المشترك اللي هي الأموال اللي بتكون ما بينك وبين أطراف إما ديون أو شراكة أو قروض أو سلف أو أمور العلاقة بالبنوك أو حتى النفقة والضريبة ممكن شوي تظهر بعض المسائل اللي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك بالفترة هاي فعشان هيك ضبط الأعصاب أثناء أثناء تصريف أموركم المالية بدها تكون واضحة أما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالات كل بعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية على حسب طبيعتكم تتصرفوا فيها ولكن اللي عنده امتحان جامعي أو عنده مقابلة اليوم أو عنده سفر بده ينتبه ويركز بكل التفاصيل خوف من التعطيلات أو خوف من امتحانات تكون صعبة يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أثناء حواراتك واتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة بقول لك دير بالك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك في هذا اليوم حاول قدر الإمكان تبعد عن الخصام والجدال مهما كانت الظروف خلي أعمالك كاملة وإنجز أعمالك ما تخليها ناقصة وبرضو اهتم بعملك وبزملائك وبالعمل أو رؤسائك بالعمل لأنه ممكن يصير تواصل ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعزز من صداقاتك وعلاقاتك فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بهاي الفترة ويصير تواصل جيد ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب يعني تقريبا بدعمك من الزهرة صار شوي أحسن فبيدعمك على إنجاز بعض الأمور الصعبة والاهتمام ببعض الشؤون الصحية بشكل أحسن وبشكل لم أصلحتك أكثر ولكن بتحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر صار موجود في البيت السادس لإلكم عشان هيك شوي في ضغط على الأمور اللي إلها علاقها بالعمل أكبر الشعور بالإرهاق والتعب أو تراكم بعض الأعمال عندك وبرضو بعمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى الصحي وممكن تظهر لك بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات اللي إلها علاقها بالعائلة أو بمسائل مالية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا مضطربة اليوم في نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التقلب بالمزاج أو اصدار القرارات المرتجلة حاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ أي قرار مرتجل وما تتزمت وتعند على رأيك يعني بمعنى آخر خليك مرن شوي وبرضو إشعن حالك بطاقة إيجابية لأنه برضو عندك رغبة بالتحرك ولكن بتشعر ببعض الإرهاق أو التعب أما بالنسبة للبيت الثاني فرح يركز على مسائل إلها علاقة بأمور بتتعلق بالأوضاع المالية ممكن تحمل بعض القلق أو توتر على وضع مالي أو مصاريف زيادة منكم ممكن يحصل بعض المكاسب أو المردودات أو الحقوق ولكن بالمقابل في مصاريف أو في دفعات أو قلق من وضع مالي معين انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من النصابين والمحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات عندك رغبة جامحة اليوم زي ما حكينا بالتحرك ولكن بدك تدير بالك من انفعالاتك انتبه أثناء تحركاتك من الإصابات أثناء قيادتك للسيارة من الحوادث أو الأخطاء أو اللهو أو السهو وبرضه في نفس اللحظة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس بشكل جيد وإذا كان لك تعامل مع أحد الإخوة أو الجران بدك تضبط أعصابك يعني ما تستاء من أي كلمة أو أي موضوع وحاول تكون واضح بطرحك وبحواراتك وما تلف والدور يعني اختصر الطريق بالكلام الواضح أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني بتحمل نوع من أنواع الضغطات كأعمال منزلية أو مسئوليات أو قلق على أحد أفراد العائلة أو ارتباك من تراكم بعض الأعمال أو قلق من أمور إلها علاقة بدكورات أو تصليحات أو ترتيبات أو أعمال منزلية برضو الشؤون العائلية عليها علامة استفهم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتعزز بعض النقاط القوية والفكرية ما عندك وحتى لممارسة هواية وممكن أنك اليوم تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو حتى الأحبة وممكن تمارس أشياء جيدة بتقرب ما بينك وبين الحبيب وفي منك رح يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين العاطفي عندك جياشي بالفترة هاي ولكن دون تسرع دون توجيه كلام لاذع أو اللوم على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا انجزوا ما تراكم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة راح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم ممكن تعزز من علاقتك مع الشريك أو تعمل تقارب أو يكون في مفاجأة بتجمع ما بينك وبين الشريك ممكن تنقلات أو رفقة أو تواصل أو اتصالات أو حتى اتفاق على مسألة معينة الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن احذر من المفاجآت اللي ممكن تيجي كخلاف أو نقاش أو سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة فممكن تحمل نوع من أنواع القلق أو توتر على مسائل مالية مشتركة أو أموال أنت شرك فيها مع شخص آخر يعني زي نفقة زي حقوق لا إلك دعم قروض أموال الغير كلها هاي بدها تركيز ما في داعي للمجازفات احذر على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين اللي ممكن يستغلوك بالفترة هاي يعني بتطلب منك أنك تكون واعي ومدرك لكل التحركات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى تعاملك مع الأشخاص خارج البلاد واتصالاتك الخارجية ممكن تهتم ببعض القضايا كنقاشات أو مراسلات أو اهتمام بصحة أحد الأشخاص خارج البلاد أو تواصل معهم اللي عنده امتحان أو مقابلة أو دراسة جامعية بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلمي أهم شيء ما شوهوا سمعتكم وحاولوا تنجزوا أعمالكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بيركز على العمل كمان وبركز على أمور الصحية فإنجز أعمالك مهما كثرت وما تخليها تتراكم عندك وبرضو انتبه لبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تطالك أو تطال أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم من العيام المميزة بالنسبة لك اليوم الطاقة عالية جدا والحضوظ بتدعمك بشكل قوي وممكن اليوم تحصل على مكاسب كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية أو تحل قضايا أو أمور يعني كان صعب أنك تنجزها فاليوم الأشياء اللي تعطلت عندك بالفترة الماضية اليوم تقدر تكرر المحاولة فيها وتحاول أنك تنجزها بالنسبة للبيت الأول تقريبا نفسية أحسن مشحون بطاقة إيجابية وحيوية عالية جدا وعندك رغبة عاطفية قوية كثير إما للحبيب أو للتواصل مع الأحبة أو عن علاقة عاطفية قديمة يعني العواطف جياشة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتركز على الأمور المالية ما زالت الأمور المالية بتشكل نوع من أنواع العبب أو الضغط أو القلق أو ممكن مصاريف زيادة فيه منك رح يحصل بعض المكاسب المالية ولكن المشكلة أنه المصاريف أكثر أو العباء المالية أكثر عشان هيك بتطلب منك أنك تكون حذر أثناء تصريف أمورك المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء صحيح أنه ما فيه كواكب موجودة في البيت الثالث ولكنهم يدعمك بالنشاط بالرغبة بالحركة بالاتصالات بالخروج بالتواصل بالاتصالات بأمور إلها علاقة بالامتحانات بالمناقشات الأجواء جيدة ولكن برضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت ضاغطة وبتسبب بعض التوتر داخل البيت فيه نوع من أنواع الملاسنات أو الكلمات أو سوء التفاهم أو الأعباء أو الأعطال أو تراكمات إلها علاقة بالعائلة أو بأفراد العائلة أو ممكن شيئا عائلي معين يكون مربك فيه أمور بتتعلق بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو مسائل إلها علاقة ببعض التصليحات والترميمات والمشتريات العائلية أو المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة أو للتسوية وكمان للتعارف أو للارتباط ونشاطاتك متنوعة أو ثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب أو استيعاب الأمور أيضا ممتازة هذه الفترة إيجابية فما تخربها أو تعطلها بتقلب المزاج عندك أو التسرع أو الكلام اللاذع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك عمل ما أو تظهر بعض الأعمال المربكة بالفترة فحاول أنك تنجز أعمالك حتى ولو كثرت لو بتشتغل ساعات إضافية ما تخلي أعمالك تتراكم لأن الفترة اللي جاي فيها نوع من أنواع الصعوبة وبرضو في المقابل الاهتمام بالشؤون الصحية صحيح الأجواء ما بتخوف كثير ولكن بعضكم رح يشعر ببعض التوعكات أو التقلبات الصحية اللي ممكن تأثر عليه أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز من أمور إلها علاقة بالشراكة والتواصل والتقارب ما بينك وبين الشريك أو قدرها على حل مشاكل أو مصالحة بتقرب وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الزوج أو ما بينك وبين شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأمور بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة انتبه من النصابين والمحتالين وانتبه على أموالك من الصرقة والضياع ممكن تحصل مكاسب مالية من عمل مشترك أو من تعويضات أو أموال إلك انت بتستردها أما بالنسبة للبيت التاسع فمنك رح ينشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الرغبة بإنجاز بعض الأوراق أو المعاملات اللي بتتعلق بشؤون السفر اللي عنده مناقشة أو عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد كمان إذا كان عندك أمور إلها علاقة بالسفر أو سفر بدك تتركز بكل حيثياته ممكن تهتم بتفاصيل شخص معين مقيم خارج البلاد أو ممكن حوار أو مراسلات في بعض الأمور يعني ممكن تتعطل شوي ولكن برضو بتمشي بإنكررت المحاولة أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد وقوي جدا بتقدر تدافع وتعزز من سمعتك بالفترة هاي وبرضو ممكن تتعزز من علاقاتك ومعارفك حتى مع زملائك ورؤسائك بالعمل وبتحمل فرصة لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأمور بتتركز على أمور الصداقات سوء تفاهم أو خلاف أو جدال أو نقاش بتنشط اجتماعيا بالفترة هاي وبرضو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تحالفهم معك أو أنت تتحالف معهم يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع التكاثف وفيها برضو علاقات جديدة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تكون حذر بشكل كبير على مسائل العمل إنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو بالمقابل بدك تهتم ببعض التقلبات اللي ممكن اطال وضعك الصحي ممكن صحتك أو صحة أحد الأحبة أهم شيء إذا شعرت بأي عارض أو أمور يعني مفاجئة راجع طبيبك برج الجدي طبعا القمر صار في البيت الرابع يعني تربيع معاك فعشان هيك الأجواء بتكون نفسيا مش مرتاح في بعض الضغوطات في بعض الأعباء في بعض التراكمات في ظهور مفاجآت اليوم شوي منها ممكن يكون مربك عشان هيك ضبط الأعصاب وبرضو ضبط التقلبات النفسية عندك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتضبطها وما تخليها تسيطر عليك لأنها ممكن تسبب لك بعض الخلافات أو بعض المشاحنات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل المالية فمنكو ممكن يحصل مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وفي منكو راح يحصل على أمور ممكن تنعش وضعه المالي أو بشرة لمساعدة مالية يعني الأجواء المالية بتحمل نوع من أنواع الإيجابيات بس أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة ممكن تنقذك من مواقف ولكن أهم شيء أنه يكون كلامك واضح ما تتدخل في شؤون الغير ما توجه انتقاد أو كلام لاذع وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وإحذر أثناء تنقلاتك وحركتك وطقياتك للسيارة ممكن الفترة هاي تحمل بعض الأعطال اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية في منكو راح يكون له تعاون أو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة بتظهر هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحيديات واستفزاز أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على المسائل العاطفية منكو يعني عنده رغبة بالتقرب من الحبيب بشكل قوي أو العواطف عنده متقلبة وجياشة الفترة هاي ولكن دير بالك من توجيه اللوم أو الانتقاد أو التخد تدخل في شؤون الأحبة وخصوصا الحبيب الأبناء الوالدين ما في داعي لسوء التفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتتركز الأمور على الأموال وعلى العمل فعشان هيك يدير بالك على عملك ودير بالك على أموالك ودير بالك أنك تراكم الأعمال أو تهملها وبرضه في خبر أو في حدث إلو علاقة بالعمل ممكن يكون بوترك أو يخليك تشعر بنوع من أنواع القلق وبرضه اهتم بالشؤون الصحية من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فما في أي تأثيرات للكواكب فعشان يكمن نقول لك احذر من بعض الخلافات أو النقاشات أو الجدالات اللي ممكن الطالك والطال الشريك اللي هو الزوج فضبط الأعصاب مطلوب عدم التدخل في شؤونه وفرض الرأي عليه برضو مطلوبة الأجواء برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية للمصالحة إن رغبته في ذلك أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأمور بتركز على الأموال المالية انتبه بين النصابين والمحتالين حاول تحافظ على أموالك ما في داعي للمجازفات أو المغامرات المالية ما في داعي للتسرع في بعض المسائل المالية يعني بمعنى آخر أي أموال مشتركة بدك تكون حذر فيها اعتبر حالك مؤتما عليها أما بالنسبة لأموالك اللي بتكون عند أشخاص زي ديون أو حقوق لا إلك حاول أنك تطالب فيها بس مش بعصبية وحدية ممكن بالأيام القادمة تكون الأجواء أحسن وخصوصا لما ينتقل للقمر ويصير في البيت الخامس لا إلك يعني بمعنى آخر في برج الثور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر والرغبة بالسفر أو الرغبة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب في منك ورح يبدأ علاقة عاطفية مع شخص خارج البلاد أو أجنبي عنه أو من خلال مؤسسة تعليمية يعني زي جامعة أو زي مؤسسة تعليمية أو من خلال دورة أو أمور إلها علاقة يعني بأشخاص فجأة ممكن تلتقي فيهم في منك رح يهدم بمسائل إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو السفر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خصوصا على مستوى الامتحانات والدراسة الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك دير بالك على سمعتك ما في داعي للمجازفة ولا للمغامرة ولا لتشويه السمعة بمعنى آخر بدك تحافظ على سمعتك وعلى علاقاتك وبرضو على مكان عملك دير بالك من أي خلاف ممكن يصير ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الصداقات وعلاقاتك مع الأصدقاء فممكن تحمل لك لقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وتحالفهم معك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما نقول لك دير بالك من أي أمور إلها علاقة بالعمل أو إهمال عمل ما أو تراكم الأعمال أو أمور إلها علاقة بالتقلبات الصحية أو القلق الصحي اللي ممكن يكون إلك أو لأحد الأحبة أو المقربين أو أشياء ممكن تكون مزعجة من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء برج الدلو طبعا اليوم الحيوية والطاقة والنشاط عالي جدا اليوم عندك رغبة لتحقيق إنجازات كثيرة أو عندك رغبة للتواصل والاتصالات والتحركات نشاط مفعم أو مفعم بالحيوية الفترهاي بطريقة عالية جدا حاول إنك تستغلها لإنجاز كل إش ضروري ومهم اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الحركة يعني بمعنى اليوم عندك أشياء كثيرة مهمة بتحاول إنك تنجزها حاول تنجزها وما تضيع الفرصة من إيدك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم رح تركز على بعض المسائل المالية أو المصاريف أو الأعباء أو الأعطال أو الضغوطات أو يعني أشياء لها علاقة بالتوتر المالي في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية وهذولا قلة جدا ولكن أهم إشي إنك تدير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أو المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح بطرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ممكن شوي تعمل نوع من أنواع القلق المفاجئ أو التوتر المفاجئ أو الحدية اللي بتكون ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو بعض الأعطال المنزلية أو الأمور المربكة اللي بتتعلق في أمور إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بالعقار أهم شي ضبط الأعصاب وما في داعي للتسرع باتخاذ القرارات خصوصا إن فتح حوار أو نقاش أو مواجهة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة يعني بتعزز من علاقتك بالحبيب وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة وبترغب اليوم بممارسة هواية معينة أو تمارس شيء له علاقة بالتقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن اليوم تعزز علاقتك ما بينك وبين الأبناء أو الوالدين أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغوط أو القلق من وضع على يعني بتعلق بالعمل الأجواء مش صعبة كثير يعني ممكن يبادر حد أو أحد الأشخاص لمساعدتك وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو مراجعة طبية أو اهتمامات بأدوية أو علاجية أو تنظيم وضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو مشبه القوة أثناء التعامل مع الشريك فعشان هيك ممكن اليوم تظهر خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم حاول ما تصاعد الأمور وما تكبرها وما تزيد بالضغوطات يعني بمعنى آخر خليك مرن اللي تقدر تحتوي الأمور ممكن شوي تظهر بعض المسائل القانونية أو الأمور اللي إلها علاقة يعني بنقاش حد أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأمور عزز نقاط إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن يجيك دعم أو تحصل أموال لإلك أو حقوق لإلك ممكن عند أشخاص بتحاول تحصلها أي أمور إلها علاقة بالنفقة أو بالميراث أو الاهتمام بمسائل روحانية بشكل موسع الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر والبعيد والاتصالات البعيدة والتحالف مع الأجانب أو أمور إلها علاقة بالجامعة والدراسة وحتى بإنجاز بعض الواجبات في منك عند مقابلة أو مناقشة أو امتحان جامعي الأجواء بتدعمك بقوة حتى بالعلاقات وممكن علاقة تنشأ ما بينك وبين إما شخص خارج البلاد أو من خلال مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا عطارد هنا بركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة فمن قلك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك بالفترة هاي أوعد خالف القوانين مهما كانت الظروف وبرضه في نفس اللحظة ممكن تعزز من علاقتك أو يكون فيه إشي ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ممكن إيجابي أو سلبي يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر على مستوى عملك أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تحالفهم معك في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمناسبة أو فرحة أو لقاء أو اجتماع وممكن يجيك خبر أو إشي بتعلق بأحد الأصدقاء يعني كون ملفت للنظر أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقولك دير بالك على عملك دير بالك عملك يتراكم عليك أو صير عندك مشاكل في العمل وما تقدر تحله تهمله حاول أنك ترتب وضعك بمكان العمل بشكل جيد وبرضو اهتم ببعض الشؤون الصحية إن شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك وممكن برضو الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة وإحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن بتآمروا عليك بالخفاء برج الحوت طبعا القمر الآن استقر في البيت الثاني بشكل قوي اللي له علاقة بالمال فعشان هيك برضو على المستوى النفسي اليوم أنت أحسن وثقتك بنفسك أحسن وقدرتك على التحرك والإنجازات قوية اليوم بيحمل لك فرص وبيحمل لك أشياء يعني ممكن أنها تكون لصالحك وتعوض الأشياء اللي كانت صعبة بالفترة الماضية أهم إش أنك ما تبالغ بإنفعلاتك أو تقلبات المزاج يعني بدك تكون حذر ومرن في نفس اللحظة أما بالنسبة للبيت الثاني فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين أهم إشي دير بالك تتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعزز من اتصالاتك وحواراتك وتنقلاتك وقدرتك على التواصل حتى على مسائل إلها علاقة بالدراسة أو نزهة أو رحلة أو تنقل بين المدن برضو قوي الاتصالات عندك عالية جدا اليوم ما رح تنشط باتصالات كثيفة وبرضو في نفس اللحظة في عندك رغبة لأمور تعليمية أو حث الأبناء على الدراسة أو نصحهم بهذا الإشي وفي منك اللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يركز بشكل جيد برضو انتبهوا أثناء حركتكم وانتبهوا أثناء تنقلاتكم في مشكلة ممكن الطال إما السيارة أو أجهزة إلكترونية أو تليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا يعني تقريبا روتينية ولكن في بعض الخلاف أو النقاش أو الحوار الحاد ممكن يصير من خلال المنزل أو مع أحد أفراد العائلة أو قلق من وضع عائلي معين أو واجبات منزلية أو عائلية بتكون مربكة بتطلب منك الاهتمام وعدم إهمالها يعني الأجواء بمعنى آخر على مستوى البيت فيها شوية إرباك بتطلب منك الحيطة والحذر صحيح إن الأجواء بتحمل أشياء مبشرة ولكن برضو في نفس اللحظة إحذر من الأشياء الصعبة أو الأشياء اللي ممكن يكون فيها علامة استفهم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما فيه أي شيء الأوضاع الروتينية بتتعاملوا على حسب طريق طبيعتكم ما بينك وبين الأحبة فممكن اليوم يعني يكون فيه حوار نقاش تعاطف تقارب ممارسة هواية أو ممكن إنه يتعزز من علاقتك ما بينك وبين الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل صحيح إنه ممكن تكون الأجواء مربكة شوي أو تظهر بعض الأعطال ولكن مش صعبة يعني ممكن تجاوزها أو ممكن حلها أو ممكن يبادر أحد الأشخاص لمساعدتك في حلها الأهم إنك تراقب الوضع الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي بلشت الأمور تتحسن بشكل قوي وبتعزز من علاقتك بالشريك أو التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن تحمل لك مناسبة جيدة أو رفقة جيدة أو تفاهم جيد يجمع ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فما نقول لك دير بالك على أموالك يعني من النصابين والمحتالين أو فقدان أموالك أو المجازف أو المغامرة في مشروع مش مضمون فعشان هيك ما في داعي للتهور بالفترة هاي وبرضو ممكن تحاول تحصل بعض الحقوق لا إلك بالفترة هاي أو التحصيل على دعم ممكن يعني يزبط مع نسبة منك ونسبة ما يزبط معهم على حسب طوالعهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيئا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا يعني بمعنى آخر اللي عنده سفر أو عنده امتحان أو مقابلة أو تحركات أو نشاطات أو نقاشات أو حوارات بده يكون حذر ويحط علامة استفهام على أي تحرك بهذا الاتجاه أما بالنسبة للبيتك العاشر بيت السمعة ما في أي تأثيرات يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تعزز من علاقاتك الاجتماعية وعلاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيتك 11 فهو يعزز من علاقتك مع الأصدقاء أكثر فممكن اليوم تنشط بلقاء الأصدقاء أو تحالف معهم أو تحالفهم معك أو ممكن زيارتك أو اجتماع أو احتفال أو مناسبة يعني في أجواء إيجابية بتدعم من علاقتك بالأصدقاء وتعمل تقارب جيد ما بينك وبينهم ممكن تستثمر علاقاتك إما أنت تساعدهم في مسألة ما أو هم يساعدوك في مسألة عشان هيك يخلي علاقتك مرنة وخلي في نوع من أنواع الود مع الأصدقاء والمعارف أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء ما في أي تأثيرات للكواكب في بيت المتاعب الأجواء بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو الاهتمام بمكان العمل وبرضو بتساعدك على أمور إلها علاقة بالأمور الصحية أو مرحلة جديدة بتتعلق بمراحل الصحة الأجواء ما بتخوف بالعكس يعني فيه أشياء إيجابية أهم إش إنك ما تتوسوس وإش حنحالك بطائقة إيجابية قدر الإمكان ممكن القلق يكون على صحة أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بالناس المقربين لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء